أعو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لأن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أسواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهلئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي حسبين أحصى لما لبثوا أملا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطاطا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أغلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فاغوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزابر عن كهفهم ذات اليمين وإذا وربت تقردهم ذات الشمال وهم في فدوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا متدد له وليا مرشدا وتحسبهم إيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعهم بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم ببرقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أسكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلقف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم لعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا غيب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غدبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سابس كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامن قلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وابكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا فيك فيهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له ضيب السماوات والأرض أبصر به وأصمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تدد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أوصلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاق بهم صرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كلمة ليشوي وجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جمات عزن وتجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسابر من ذهب ويلبسون ثيابا خذرا من صندص وإستبرق متكين فيها على الأراء نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحديما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكنها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمرا فقال لصاحبه وهو يحاذره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن ساعد قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاذره وكفرت من الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا سلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيت بثمره فأصبح يقلب كفه على ما أنفك فيها وهي خابية على عروشها وهي خابية على عروشها ويقول يا ليتني لمشرك بربي أحدا ولم تكن له في أد ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واغرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تبرو الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثبابا وخير أملا ويوما سيروا الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مسبقين من ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبونهم وجعلنا بينهم مغبقا وراء المذلمون النار فظلوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب القبولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليذهبوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم كنة أن يستهوه وسي آذانهم بطرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور نذر الرحمة لو يآخذهم بما كسبون عجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئنا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال مرسى لفتاحنا أبرح حتى أبلو مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلو مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصابا قال رأيت إذا وينا إلى السخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد أعبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لذنا علما قال لهم ساهل أتبعك على أن تعلمني مما علمت مشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحق به خضرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى وحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم قل إنك لم تستطيع معي صبرا قال لا تؤخرني بما نصيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا مكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطاع ما آلها فأبوا أن يضيف ما فوجدا فيها جدار يريد أن ينقض فأقام قال لو شدت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراء ملك يأخذ كل سفينة وصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وقفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه سكاة وأقرب رحما وأما الجذار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ شدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه سبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأكلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في النرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بنو مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أمر نايسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونه ما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مرسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سامى بين الصدقين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال قال آتوني أفرغ عليه قطرا حتى إذا جعله نارا قال آتوني يفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ فصور فدمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سمعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائي فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفرد وسنسلا خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنصد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما لبشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو نقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا نشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العلي العلي اشترك اشترك